وصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم ورأس الخيمة استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك وذلك في مجلس الضيافة في خزامة واتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من الشيخ عبدالله بن محمد الثاني ومعالي الدكتور عبدالله بالحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمواطنين وابناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بالشهر الفضيل وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بموفور الصحة والعافية وعلى شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركاتة